نظم قسم الاستراتيجية في كلية العلوم السياسية لجامعة النهرين محاضرة علمية عن مكافحة الإرهاب من المواجهة إلى الوقاية ممكنات التعافي والاستقرار بحضور عميد الكلية ومجموعة من الأساتذة من مختلف أقسام الكلية نظم قسم الاستراتيجية في هذا اليوم محاضرة علمية عن مكافحة الإرهاب والاستقرار في العراق التعافي والاستراتيجية التي يمكن أن يحقق العراق من خلالها استقرار وتعافي مسدام من الإرهاب هذا النشاط يقيم بالتعاون مع الشركاء العلمين لقسم الاستراتيجية ولكليتنا كلية الحرب وأكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب وطلبة الدراسات العليا في قسم الاستراتيجية وفي بقية الأقسام الأخرى تم إلقاء محاضرة من قبل الأستاذ الدكتور روجر بريستون من معهد الـ ITM من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توضيح تجربته في مواجهة العنف والتطرف في أوروبا الشرقية وكيفية التصدي لها كذلك للاستعانة بالخبرات الأكاديمية الأخرى هذه المحاضرة جاءت بناء على توجيهة الوزارة ورئاسة الجامعة على إقامة نشاطات علمية مشتركة مع جامعات علمية رصينة ضمن خطة الرصانة العلمية وخطة الاعتمادية المتبادلة مع الجامعات الأخرى هدفت المحاضرة إلى بيان مجموعة من التطورات في الجانب الاستراتيجي وما يتصل بمكافحة الإرهاب وقضايا بناء الدولة بعد عام 2003 ودور الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وكيف يمكن أن يتجاوز العراق هذه التحديات كما تهدف إلى دمج الخبرات العالمية والأكاديمية والمهنية من أجل التوعية بمخاطر الإرهاب خدمة للمجتمع